فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله وقال حدثنا يونس حدثنا حماد بن سلمة عن حميد ومطر الوراق وداود بن أبي هند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر فذكر الحديث نعم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر يقولون ما دام الله قدر علينا هذه الأشياء وأنه لا بد من وقوعها فما الفائدة من العمل ما الفائدة من العمل من العمل فهذا فيه المعارضة بين القدر وبين الشرع فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب عند ذلك وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وغضب صلى الله عليه وسلم لأن هذا فيه تضليل للناس لأنهم يزعمون أن هناك تعارضا بين أن الله أمر بالطاعة ونهى عن المعصية أمر بالإيمان ونهى عن الكفر ويقولون ما دامت هذه الأشياء مقدرة وأنه لا بد من وقوعها فما الفائدة في العمل نتكل على كتابنا فإن كان الله كتب لنا السعادة فسنكون سعدة وإن كان الله كتب لنا الشقاء فسنكون أشقيا فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب عند ذلك لأن هذا جهل بكتاب الله عز وجل فلا تعارض بين القدر والشرع فالله قدر نهى عن الكفر ومنى وحرم الكفر ولكنه قدره سبحانه وتعالى وأنه سيقع وأمر بالطاعة مع أن الإنسان قد لا يفعل الطاعة قد يكون مقدرا له أنه لا يفعلها فنحن لا نخاصم الله عز وجل تعالى الله في قضائه وقدره وإنما نخاصم أنفسنا فنحن نقدر على العمل وعلى الترك نعم فالواجب أن نقوم بما اختص بنا نحن أمرنا نمتثل الأمر نهينا نمتثل النهي نمتثل النهي وعندنا القدرة على ذلك نحن نقدر أننا نفعل نصلي نصوم نحج نتصدق نجاهد نقدر على أن نترك شرب الخمر الكفر الزنا عندنا قدرة على ذلك فلماذا نجحد ما بجانبنا ونعتمد على قضاء الله وقدره ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم أنزل الله تعالى فإن سعيكم لشت فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره للعسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرة فالسبب من قبل العبد والقدر من قبل الله جل وعلا فنحن لا نتعلق بالقدر وما يختص بالله عز وجل وإنما نتعلق بما يختص بنا فنحن قد مكنا من العمل وبين لنا طريق العمل فلماذا نترك العمل ونعتمد على القضاء والقدر كما يقوله من قاله من الجهال نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله وقال أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وتكمله هؤلاء لا يطردون كلامهم في القضاء والقدر وتعطيل العمل وزعم المعارضة بين القضاء والقدر والشر لا يطردون هذا في أعمالهم ولذلك لو جني على أحدهم لو ضرب لو قتل ابنه لطالب بالقصاص طالب بالعدل فلماذا لا يقول إن هذا مقدر لماذا لا يقول إن هذا أمر مقدر ولا لوم على الحاعل نعم هذا مقدرا عليه وأيضا لماذا يتزوج يطلب الذرية ولا يتكل على القدر ولا يتكل على القدر يقول أنت أنا الله قاس مني ذرية سيأتي ولماذا يخرج يطلب الرزق يبيع ويشتري ويسافر يطلب الرزق لماذا لا يقول إن كان الله قدر لي الرزق يطق الباب ويدخل ولماذا يأكل ويشرب هل ليس هذا من فعل الأسباب بلى لماذا لا يقول إن كان الله قادر لي أني أحيا سأحيا ولوما أكلت وشربت فلماذا هو يأخذ ما يصلح له ويترك ما يخالف هواه يأخذ ما يصلح له ويوافق هواه ويترك فهو لا يطبق هذه القاعدة عنده في جميع تصرفاته